كنا نتمنى الأفضل ولكن يبقى الأهلي كبير بوجوده فيما بين الأربعة الكبار في مونديال العالم للأندية حقيقي يعني شفت مبارح التشكيل اللي كولر عمله كان عامل إزاي؟ من بداية المونديال عندي مشكلة مع مرسيل كولر أنه يغير كل شوية في تشكيل الأساسية بالنسبة لنات الأهلي ريال مدريدة احنا عارفين من بداية الموسم أنه هيلعب بمين؟ ما بنقولش أنه خلاص كده ده مقروء أو أسلوبه محروق بيغير من جوه لكن مش كل مبارأة تحس أنه كفريق كورة يد مثلا مش فريق كورة قدم أنه أنا بغير الطريقة أو اللعيبة اللي بيلعبوا على الطريقة علشان أحسس الفريق الأدامي أنه أنا المباراة اللي فاتت مش هما هما نفس العيبة فأنا أعملك لخفانة يعني أحسك بإرباك ده مش صح مرسيل كولر ما أدرش المباريات كيفما يشاء بالطريقة السليمة اللي من خلالها أنه يلعب بمجموعة من اللعبين زي ملعب في المباراة الأولى زي ملعب في المباراة الثانية هيقدر أنه هو بنفس التشكيلة بس يغير من الداخل مش لازم أنه يغير مجموعة من اللعبين لأنه في بعض اللعبين كان لازم أنها تبدأ المباراة زي مثلا حسين الشح Bachelor ماش بشكل كويس ومحمد هاني محمد هاني ماش بشكل كويس أرهق فيه مبارات ريال مادريد ما قبل مبارات فلمانجو بس ابدأ بي خد اللي عنده بعد كده انزل بخلي لعب الفتاح كبديل لكن مش انه كل شوية غير كل شوية اراح لعي بقى الاعتماد على بيرسيتاو بشكل كبير ايو بيرسيتاو مش هو لعب يديك لعب اساسي خليه بديل يكون افضل محمد شريف برضو في بعض الحاجات من نظرش ان نتحكم في عقلية اللعب لانه مرسيل كولر هذا السويسري 25 مباراة قريبا هو خسر مبارتين امام الريال امام فلمانجو بس لكن مشروع الهزيمة مقابل المونديال بشكل عام هو بيوصل للعيبة للمرمأة طب انت جاي على فريق كبير المفروض فيه لعيبة بتخلص محمد شريف بيضيع فرص سهلة واتكلمنا وقلنا انه ما فيش غيره لانه كده كده هيكمل الموسم سواء افريقيا او محليا ففي مشكلة كمان في اللعيبة نفسها وعقلية اللعيبة ازاي ما يخلصش فرص سهلة في مباراة كبيرة المفروض تخلص فيها انصاف الفرص هي مجموعة متكملة او خلقة متكملة كان لازم تبقى الافضل في هذا المونديال اشتركوا في القناة